طلب الأعزاء أسعد الله أوقاتكم بكل خير موضوعي في هذا اليوم سيكون عن التصديق على المعاهدات وقبل أن أتكلم في هذا الموضوع أريد أن أنوه إلى مسألة لم يسبق لي أن أتطرق إليها في المحاضرة السابقة حيث أنني تكلمت عن تحرير أو كتابة المعاهدة ومن ثم التوقيع على المعاهدة هناك جزئية متعلقة بكتابة المعاهدة حقيقة لم أقلها وهي طبعا تتعلق بلغة كتابة المعاهدة يعني إذا كان هناك دولتان وكانت الدولتان قد تفاوضت على موضوع معاهدة معينة وقد وصلت الدولتان إلى اتفاق فيما بينهما فينتقلان إلى مرحلة كتابة المعاهدة السؤال بأي لغة ستكتب هذه المعاهدة في الحقيقة لا يوجد إشكاليات يمكن أن تثار إذا ما كانت الدولتان تتقاسمان لغة واحدة كأن تكون لغتهم عربية أو إنجليزية أو ما إلى ذلك فحينها ستكتب المعاهدة بهذه اللغة المشتركة بينهما دون إشكاليات الإشكاليات غالبا ما تحدث في المعاهدات إما أن تكون معاهدات ثنائية بين دولتين ليس لهم ذات اللغة أو في المعاهدات الجماعية وطبعا أكيد المشكلة بتكون أكبر في المعاهدات الجماعية هم يكون الأمر على جد دولتين أصعب من أن يكون في عندي خمسين دولة في المعاهدة وابدنا نختار أي لغة نكتب فيها المعاهدة هذا أمر بديهي الدولتان إن لم تكون تتقاسمان اللغة الواحدة بينهما فإنه يعني غالبا يجري العمل على كتابة المعاهدة بلغة يتوافق عليها الأطراف يعني مثلا على سبيل المثال اتفقية وادي عربة اتفقية السلام الأردنية الإسرائيلية هذه الاتفاقية توافق الطرفان على أن يتم كتابة المعاهدة باللغة الإنجليزية صحيح وقد ترجمت هذه المعاهدة إلى اللغتين العربية واللغة الأخرى هي اللغة العبرية طبعا هذا من باب العلم بالشيء ترجمت إلى اللغتين لكن في حال وجود أي نوع من الخلاف وأي نوع من التقاضي على بنود المعاهدة بيتم اللجوء إلى مرجع أساسي وهو اللغة التي كتبت بها المعاهدة وتوافق الأطراف على أن تكون لها الأولوية في حالة الخلاف ويرجع إليها في حال خلاف التفسير إذن اللغة الإنجليزية هي التي توافق علي الأطراف من السهل جدا أن يتوافق طرفان متنازعان لا يتبادلان نفس اللغة إذا كانت اثنين فقط فعالسريع بروحوا بيختاروا لغة مشتركة أنا وأنت ما فيش حوار كبير حيسير يعني ممكن سهل جدا اثنين يتفقوا على موضوع معين المشكلة إذا كان عدد الدول في المعاهدة يفوقوا الاثنين يعني من ثلاثة لخمسين مثلا هنا بتصير الإشكالية بتصير أعمق كلما زاد عدد الدول لأن مسألة اللغة بالنسبة لكل دولة مسألة كرامة للدولة ومسألة نوع من إظهار السيادة فكل دولة في الأمم المتحدة مثلا كانت تسعى في البداية أن يكون الميثاق مكتوبا بلغتها فإيش الحل بالنسبة لهذه المعاهدة الحقيقة أنه يوجد عدة مسالك بهذا الموضوع بعض الفقه كان بقول أنه بدل ما نحرر اللغة بألف لغة المعاهدة عفوا بقال لك يجب أن يتم استخدام إحدى اللغات المشهورة في المجتمع الدولي لكتابة المعاهدة بواسطتها ما قبل قرن السابع عشر كانت اللغة اللاتينية هي اللغة الأشهر تقريبا في أوسط المجتمع الدولي ولذلك فإنه كانت المعاهدة تكتب بلغة اللاتينية فقط حتى ولو كان أطراف المعاهدة ليس منهم من يجيد اللاتينية أصلا فيما بعد أصبحت اللغة الفرنسية هي الأكثر انتشارا واتساعا فأصبحت تستخدم في كتابة المعاهدات وصولا إلى اليوم إلى اللغة الإنجليزية باعتبارها أكثر لغة مودرن في العالم وأكثر اللغات انتشارا واتساعا فبدأوا يستخدمونها في كتابة المعاهدات الجماعية إذن المسلك الأول قيل بأنه نلجأ إلى إحدى اللغات المتعارف عليها دوليا ونكتب بها المعاهدة البعض قال نلجأ إلى كتابة المعاهدة بلغة كل دولة من الدول الأطراف يعني لو كانوا عشرين بنكتبها بعشرين لغة لكن مع إعطاء الأولوية لإحدى اللغات ليرجع إليها حين التفسير يعني بنكتبها بالصيني والروسي والفرنسي والألماني لكن في حال الخلاف بدنا نعطي الأولوية لوحدة منهم هي اللي بنلجأ لها ونعتمدها في التقاضي أمام المحاكم الدولية إذن هذا مسلك ثاني المسلك الثالث وهو الأكثر رواجا وهو أن يتم كتابتها بعدة لغات دون أن تعطى إحداهما الأولوية على الأخرى وهذا هو مسلك ميثاق الأمم المتحدة الذي كتب بستة لغات دون أن تكون الإحداهما الأولوية على الأخرى فعشان هيك ميثاق الأمم المتحدة بتلاقيه مش بالـ 190 دولة ولا بلغات الـ 190 دولة لكن اختاروا ست لغات دون إعطاء أولوية لإحداهما على الاعتبار أنها الأشهر ويوجد يعني كل لغة بتحكيها أكثر من دولة يعني اللغة العربية بتحكيها أكثر من دولة في الأمم المتحدة والإنجليزية كذلك والفرنسية كذلك وهذه الستة لغات هي العربية والإسبانية والصينية والروسية والإنجليزية هذه هي اللغات التي طبعا تم لجوء إليها زاهد الفرنسي إذن هم هذول الستة لغات التي يتم استخدامها في الأمم المتحدة وترجمة ميثاق الأمم المتحدة وفقا لها هذا كان باب التوضيح ليس أكثر عشان يعني الطالب ما يحسش أنه معلومته منطقصة الآن أنتقلوا إلى موضوع جديد ألا وهو التصديق على المعاهدات شوف بارح أنا قلت أنه التوقيع حسب الأصل ليس هو الذي يحدث أثر الإلزام بالنسبة للدول التي تنضم إلى معاهدة أو توقع لها يعني لو دولة وقعت على معاهدة فإن هذه المعاهدة بحسب الأصل لا تلزم هذه الدولة إلا في حالة الستثنية تكلمت عنها فقلت أن الذي يجعل المعاهدة ملزمة للدولة هو إجراء اسم التصديق على المعاهدة والتصديق إجراء خطير وخطورته تنبع من أنه متى تم التصديق أصبحت الدولة يعني ملقى على عاطقها كافة الالتزامات وتتمتع بكافة الحقوق الواردة في بنود المعاهدة إذن إجراء خطير يعني الشيء اللي بلبس الدولة في الحياة هو التصديق على المعاهدة متى حصل هذا التصديق أصبحت ملزمة لا انفكاك عن المعاهدة إلا بالطرق الموجودة يعني الانسحاب إلى آخر إذا كان طبعا هناك بنود تتكلم عن موضوع الانسحاب وغيره إذن هذا بالنسبة للتصديق ما هو تعريف التصديق؟ التصديق وفقا ما عرفته اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات عام 1969 قالت لي إجراء تقوم به الدولة ويترتب عليه إثبات موافقتها على الصعيد الدولي على الالتزام بمعاهدة سبقة لها وأن وقعت عليها إذن تعريفه الآخر خلينا نقوله بشكل أفصد إجراء من خلاله تثبت الدولة على الصعيد الدولي أنها ملزمة بمعاهدة سبقة لها وأن وقعت عليها معاهدة وقعت عليها أنا قبل هيك جد فضقت تصديقي يعني من الناحية الدولية أنه أنا بقبل وموافق على التزامي ببنود هذه المعاهدة التصديق كنت في السابق يعني أؤمن بأن التصديق لا يأخذ شكلا محددا فقد يكون التصديق يعني مكتوبا كما قد يكون شفاهيا وكنت أقتنع بهذا الأمر لأنه تعريف التصديق وفق نفس اتفاقية فين القانون معاهدات كانت بتقول أنه التصديق هو إجراء ولم تحدد شكل الإجراء في التعريف فالإجراء يمكن أن يكون مكتوبا كما قد يكون شفاهيا هذا ما كنت أؤمن بك على أنني في الوقت الحالي أنصر بأنه التصديق لا يمكن أن يكون إلا مكتوبا فالكتابة يعني تفهم ضمنيا من بنود المعاهدة معاهدة فيينا التي يعني ترى بأنه يجب بعد التصديق أن يتم إيذاع وثائق التصديق وثيق التصديق مجرد من أنت تعرف أنه في حاجة يسمى وثيق التصديق يعني ورقة معنى التصديق شكله مكتوب فبالتالي الشكل الذي تأخذه لو أنا سألتك ما الشكل الذي تأخذه التصديقات التصديقات تأخذ الشكل المكتوب وذلك يفهم من عبارة إيداع وثائق التصديق فالوثيقة تفترض بداهة أن تكون الكتابة هي الشيء الموجود والمأخوذ به ما هي الحكمة من التصديق على المعاهدة؟ يعني ليش المشرع جعل المعاهدة ملزمة بلحظة التصديق ما خلهاش من ناحية التوقيع شوف الحكمة من أنه أنت تعرف أن التصديق سيكون جاعلاً أثر الإلزام في حقك هو كأن المشرع أو تفقيت فيينا بتعطيك فرصة أن تفكر بدل المرة ألف قبل أن تقبل على التصديق كونه إجراءاً خطيراً يجعله من المعاهدة ملزمة لك فكأنه بقول لك التصديق إجراء خطير فانتبه قبل أن تصدق على المعاهدة وفكر ملياً بالعقبات والالتزامات التي قد تثق الكاهلة من الانضمان بالمعاهدة فانتبه إذا أردت أن تصدق فيجب أن تعي بهذه المسائل فمنقول الحكمة من التصديق باعتباره أخطر إجراءات هو إعطاء الفرصة والوقت الكافيين للدولة من أجل التفكير بأمر المعاهدة ألف مرة قبل أن تلزم نفسها ببنودها إذا هذه بالنسبة للتصديق وهذا التصديق بيفترض أن الدولة بتاخد وجه كافي للتصديق على المعاهدة عشان هيك بنفعش هروح أقول لدولة أنه بدنا نبرم معاهدة بين بعضنا لبعض ومعاك فرصة تفكري بالتصديق لموعد أقصى تاريخ كذا حقيقة هذا الأمر يعني بتعارض مع الحكمة من التصديق التصديق أنه أنا أعطيك الوقت بدون ثقف زمني أجل بقول لك هاينا إحنا معاهدة أنشأناها خمسين دولة بدك تنضم إلنا بدك تصدق على المعاهدة عشان سيصيرك ملزم قبل ما تصدق خذ وقتك إحنا مش حطين لك ثقف زمني معين أنه تضع لي ثقف زمني معين معناته أنت كأنك يعني بتهددني أنه أنا ما نضمتش خلال الوقت هذا أو صدقتش معناته أنا ولا عمر حكون طرف إذن هذا يتعارض مع الحكمة من التصديق الحكمة من التصديق أنه أنا أعطيك وقت غير محدد بثقف زمني معين الواقع العملي حقيقة ببين لأنه فيه تفقيات دولية وقعت وكان هناك تصديق مقتن بفترة زمنية معينة زي اتفاقية الأمنية اتفاقية الانسحاب الأمريكي من العراق اللي وقعت ما بين نور المالكي إذا تعرفوه مع الرئيس جورج بوش في عام 2007 الولايات المتحدة الأمريكية في هذاك الوقت فرضت على العراق مدة زمنية يجب عليه خلالها أن يقوم بالتصديق على المعاهدة طبعا كان الحد الأقصى 31-7-2008 في هذاك الوقت وهذا الأمر احنا حكينا أنه يتعارض مع الحكمة من التصديق وحرية التصديق إذن المبدأ هو حرية التصديق فكما أن الدولة يكون لها حرية في التوقيع من عدمه وهو إجراء ليس بخطير فإنه من باب أولى أن يكون للدولة الحرية في التصديق على المعاهدة على اعتبار أن التصديق هو الأخطر من التوقيع إذا في الإشي الهامل بعطيك حرية وهو التوقيع فما بالك في الشيء الأقوى منه وهو التصديق إذن يجب أن يكون هناك حرية فعشان هيك منقول ليس جبرا على الدولة إذا وقعت معناته أنه خلاص صارت ملزمة أنها تصدق ما فيش ضرورة لذلك إذن التوقيع لا يعني أنه أنا مجبر أن أصدق بالعكس ممكن الدولة تروح تسحب توقيعها أصلا إسرائيل وقعت على ميثاق روم المؤسس للمحكمة الدولية الجنائية وقعت توقيعه لكنها ليست مجبرة أن تصدق عليه فيما بعد لذلك لم تصدقه لأنه هيك مبدأ حرية التصديق بقول حتى أنها فيما بعد سحبت توقيها عن ميثاق روم فعشان هيك منقول زي أمريكا كمان إذن هذا هو بالنسبة للمعاهدات والتصديق عليها ومع إلى ذلك إذن الحرية في التصديق أمر مهم طيب السؤال الذي أختتم به هذه المحاضرة من هي الجهة التي تختص بالتصديق على المعاهدة شوف التصديق بيختلف تماما عن موضوع التوقيع وكتابة المعاهدة والتفاوض هذلك الإجراءات بحكيش عن التصديق بحكينا إجراءات اللي قبل بيقوم فيها الشخص اللي معه وثيقة التفويض اللي احنا تكلمنا عنها سواء كانت وثيقة محددة ناقصة أو وثيقة التفويض الصلاحية الكاملة وقد يقوم بها شخص من أشخاص الثلاثة رئيس الوزراء رئيس الدولة ووزير الخارجية يقوموا بهذه الإجراءات بدون ما يرجعهم حد على اعتبار أن هذو الأشخاص ليس بحاجة لوثيقة التفويض لكن التصديق باعتباره إجراء خطير لا يمكن أن يقوم بها أي شخص هيك هبل يجي ويقوم بالتصديق لأنه إجراء خطير لذلك الجهة التي يفترض أن تحدد في كل دولة من هو المختص فيها بالتصديق على المعاهدات هي الدستور إذن الدستور هو الذي يحدد من الذي له صلاحية التصديق على المعاهدات بالنيابة عن الدولة يعني من الشخص اللي ممكن لحاله يروح يصدق ويلزم الدولة بمعاهدة بفعله هو قال للدستور لازم يتدخل ويحدد الدستور هو الذي يحدد هذه الجهة الآن بالعودة إلى الدستير المقارنة يعني كل الدستير في العالم نجد بأنه مسلكها لا يخرج عن إحدى ثلاثة أمور الأمر الأول بعض الدستير تعطي صلاحية التصديق على المعاهدة للسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الدولة فقط يعني بس السلطة التنفيذية ما فيش داع على سلطة الشرعية ولا البرلمان السلطة التنفيذية إذا أرادت أن تصدق بتصدق وبتلزم الدولة بالمعاهدة طبعا مين رأس السلطة التنفيذية؟ رئيس الدولة شانيك من يلاقي في بعض الدستير يختص رئيس الجمهورية بالتصديق على المعاهدة زي لبنان زي سوريا إذن رئيس الجمهورية هو الذي يقومه بالتصديق على إيه؟ على المعاهدات النص واضح وصريح إنه بس الرئيس هو اللي يصدق على المعاهدات باعتباره رأس السلطة التنفيذية هناك دستير أخرى تقول بأن الذي يصدق على المعاهدات هو من البرلمان أو السلطة التشريعية وحدها بمعنى إنه رئيس الدولة ملوش علاقة في الموضوع فرئيس الدولة برى الموضوع واللي بتحكم بالتصديق على المعاهدات وبقرر تصديق على معاهدة من عدمه هو من السلطة التشريعية ممثلة بإيه؟ بالبرلمان أو المجلس التشريعي يسميه ما تشاء مثال على ذلك أيضا الدستور في لبنان وسوريا حيجي واحد الآن يقول لكيف طوي أنت بتقول للدستور في لبنان وسوريا بيعطى رئيس الدولة تصديق على المعاهدات وتو بتقول أنه المثال على التصديق بواسطة السلطة التشريعية بدون الرئيس برضو لبنان وسوريا بنجم يقول لك الدستور اللبناني والسوري التنين كانوا بميز بين نوعين المعاهدات قال لي المعاهدات التي لا ترتب مسائل مالية على ميزانية الدولة يقوم رئيس الجمهورية بالتصديق عليها وحده سواء السوري أو اللبناني أما إذا كانت الأمور ترتب مسائل مالية فليس من شأن الرئيس الجمهورية أن يصادق عليها بل الذي يصادق عليها هو مجلس النواب أو المجلس التشريعي سميه ما تشاء وتمنى أن ترجعوا إلى هذه المعلومة وأن تتوضحوا منها من خلال الرجوع إلى الدستورين للبناني والسوري للمعرفة مش أكثر المؤمن يميز بين حالتين ففي كل أحوال الدستور هو الذي يحدد مين من المعاهدات مختص أو مين من الأشخاص مختص بالتصديق على المعاهدة وهناك من الدستير ما تأخذ موقفا ثالثا وسطا بحيث يجمع بين المسألتين معا فيقول بأن رئيس الدولة له صلاحية التصديق على المعاهدة بعد أن يشاور في موضوعها من؟ السلطة التشريعية يكنوا بقول لي أنت كرئيس روح صدق بس قبل ما تصدق روح شاور البرلمان بعد ما تشاور البرلمان بتروح بتصدق طب وإذا قمت أنا كرئيس جمهورية وروحت صدقت على معاهدة معينة في حين الدستور كان بقول لي لازم اتراجع البرلمان لأنه بياخد بالطريقة الثالثة اللي بتشمع بين الاثنين فروحت أنا صدقت بدون مراجع البرلمان هذا ما يطلق عليه اسم التصديق الناقص على المعاهدات وهذا بدأتكلم عنه غالبا المحاضرة القادمة وأعرف إيش قيمة التصديق الناقص المهم إخواني وأعزاء الطلبة إن شاء الله أعزوا ملاء في المستقبل تكونوا عارفين أنه هناك ثلاث مواقف تتحدث عن السلطة المختصة بالتصديق إما أنه الدستور يقول لي السلطة التنفيذية وحدها برئاسة رئيس الدولة أو الجمهورية أو الملك إلى آخره أو بتقول لي أنه السلطة التشريعية وحدها ممثلة بالبرلمان أو بتقول لي السلطة التنفيذية ممثلة بالرئيس بعد مراجعة السلطة التشريعية الممثلة بالبرلمان إذن هم ثلاثة مواقف بعض الناس لقيتهم باب التذكير بموقف حضرني وأنا بصدد إعداد كتاب القانون الدولي العام أحد الأشخاص بقول بأنه بعض الدستير جعلت التصديق في إيد الشعب مباشرة يعني مش من بإيد لا السلطة التشريعية ولا تنفيذية ولا سلطة التنفيذية بعد ما توافق السلطة التشريعية يعني خرج عن الثلاث مواقف وأضاف موقفا رابعا قال لي بعض الدستير تعطي السلطة في التصديق للشعب مباشرة بحيث أنه الشعب بيعرض عليه المعاهدة في استفتاء فإما بوافق عليها أو برفضها وبستشهد طبعا بالدستور الموريتاني لسنة 1991 والحقيقة أنه هو فهمه كان خاطئ للموضوع مع احترامي له لأنه الدستور الموريتاني بقول أنه بتم التصديق عليها بتم التصديق على هذه المعاهدة بواسطة المجلس التشريعي لكن لا يمكن أن يسير المعاهدة نافذة إلا بعد ما نطرحها على استفتاء يعني الموضوع أنه الدستور ما حدد ليش أنه الشعب كسلطة مختصة بالتصديق هو بقول للدستور الموريتاني أنه اللي بيخطص بالتصديق هو المجلس التشريعي عندهم أو السلطة التشريعية إذن هي اللي صدقت وخلصت انتهت مسألة التصديق الحديث ليس عن التصديق الحديث بتكلم عن نفاذ هذه المعاهدة بعد التصديق هل هي نافذة داخليا ولا مش نافذة قال لي هذا الأمر مربوط بعرضها على الشعب في الاستفتاء ليوافق عليها إن وافق عليها أصبحت سارية وإن لم يوافق لم تصبح سارية والطريف أكثر إنه قال إنه حتى الدستور الفلسطيني في المادة 124 منه أيضا يناقش نفس الموضوع ووجه الطرافة هنا إنه أصلا نحن كفلسطينيين ليس لدينا دستور بالمعنى الكلمة دستور الفلسطيني يعني هو جايل وبقول لك إنه هي المادة 124 فبالعودة إلى المادة 124 لقين أنه دستور الفلسطيني كله على بعضه ما فيش فيه إلا 121 مادة يعني 21 مادة بعد المية 121 فمن وين إجا في المادة 124 فالحقيقة هذا كان أمر لا علاقة له بالصحة إذن هو المواقف زي ما احنا قلنا لا تخرج عن الثلاثة مواقف التي تكلمنا عنها في دستور مرة وأنا أيضا أعد لاحظت في شيء قال لي إنه بعض دستير كانت تعطي للسلطة التنفيذية وحدها صلاحية التصديق على المعاهدة بدون ما ترجع للبرلمان يعني في بعض العالم زي دولة نيوزيلندا دستورهم بقول إنه اللي بيختص بالتصديق على المعاهدة هي فقط السلطة التنفيذية ما فيش داعي يرجع للبرلمان أوكي رغم إنه ما فيش إشي بلزمهم يرجعوا للبرلمان وبنفع يصدقوا إلا إنه عمليا كانوا برجعوا للبرلمان وبقولوله معلش صح أنت مش مختص بس بدنا رأيك في الموضوع والحقيقة هذا بيجسد نوع من الديمقراطية والاهتمام الزائد أنه كيف ورغم إنه أنت مش مختص أني أنا أراجعك إلا أني أنا قاعد براجعك عامل زي لما أنا أعلم بالمساق علما جيدا وأستطيع أن أدرسه ومع ذلك بأرجع إلى أصحاب الخبرة برضو وبشاورهم في الموضوع وبستشيرهم في المسألة قبل وأن أذهب وأشرحها لطلبتي ما فيش شيء بلزمني عمليا أن أقوم بذلك لكن أنا أقوم بذلك حبا في المعرفة والاستزادة والتوضيح الفكرة وضمان أني أنا أوصلها للطالب بشكل سليم بدون أن يكون فيها مشاكل نفس الفكرة هنا رئيس الدولة عندهم بستطيع أن يروح يوقع على المعاهدة ويصدق عليها مباشرة بدون يرجع للبرلمان إلا أنه بكم برجع للبرلمان ونعتقد أن هذا المسلك حميد وديمقراطي وأصلا لو تكرر وظلت السلطة التنفيذية ترجع للبرلمان دائما في كل معاهدة هذا السلوك المتكرر إذا تكرر السلوك مع الاعتقاد بإلزاميته سيشكل ماذا أتمنى يكون واحد لقطها الطاير هيك يكون عرف إيش بشكل إذا كانت السلطة التنفيذية تكررت في فعلها بالرجوع إلى البرلمان رغم عدم وجود نص في الدستور يجبرها على ذلك معتقدة بإلزامية هذا الفعل ما الذي يترتب عليه هذا الأمر تمنى يكون حد عرفها عموما يترتب على هذا الأمر نشأة عرف دستوري بالخصوص إذن يمكن أن ينشأ عرف دستوري عند إذن بالخصوص ويصبح الأمر ملزما فيما بعد بحاضر القادم إن شاء الله سأتكلم عن التصديق الناقص وقيمته وسأتكلم عن أن التصديق في فلسطين من مختص بالتصديق على المعاهدة في فلسطين إلى هذا الحد أنتهي شكرا لحسن استماعكم والسلام عليكم